قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع اذا غضب الانسان فقال كفرا الآن يتصل عليه كثير من الناس ويقول أبي إذا غضب يسب الدين أبي إذا غضب يسب الدين فهل يكثر نقول العلماء في هذا الحكم يقولون الغضب على درجات الدرجة الأولى أن يصبح الإنسان معه كالمجنون يغطي عقله ويصبح كالمجنون لا يعرف سماء من أرض بعض الناس مثلاً أعوذ بالله غضوب وإذا غضب ما يدرك ما حوله وربما إذا رأى امرأة وقال لها أنت طالك جاءت أمه وقالت يا أوليدي زوج قالوا أنت طالك ما يعرف زوجه من أم فهذا حكم حكم المجنون لا يؤاخذ بقوله باتفاق العلماء فإذا بلغ به الحال من الغضب هذه الدرجة فقال ما قال فإنه لا يؤاخذ حتى لو قال الكفر والدرجة الثانية أن لا يغلب على عقله لكن يُغلق عليه فلا يحكم نفسه يُصبح مثل المنحدر من منحدر يرى المنحدر لكن ما يستطيع أن يقف عنده عقل لكن يُغلق عليه بحيث يتكلم بدون أن يملك نفسه لو أراد أن يسكُت لا يستطيع فهذا الصحيح من أقوال العلم أنه لا يُؤاخذ لقول الله عز وجل لا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا ليس في وسعه ليس في وسعه أن يسكُت فالصحيح من أقوال العلم أنه لا يُؤاخذ والدرجة الثالثة أن لا يُطبِق ولا يُغلِق أن لا يُطبِق عليه الغضب حتى يُصبح مجنونًا ولا يُغلِق عليه حتى لا يملك نفسه فهذا مُؤاخذٌ بكلامه إن طلَّق وقع الطلاق وإن سبَّ الله والعياذُ بالله حُكم عليه بكُفره بعينه إذن هذا الشرط مُهم يا إخوة أن يكون المُسلمُ أو أن يكون القائلُ أو الفاعل بالِغًا عاقِلًا فلا يكون عقله ذاهبًا ولا مُغطًا بشُكر ولا مُغطًا بغضب